اشتركوا في القناة من خلال دروس المقدمة ان شاء الله حبيبتي اليوم غدي نشارك معكم موديل جلبة سهل بسيط انيق ودرج على الموضة موديل لي هو رائع وممكن انكم تبقوه بنفسكم ما غديش نحتاجه نهائيا للرشمة يكفي فقط ان نوضع خطوط على الجلبة دينا وان شاء الله غدي نطبقوه مع بعض باستعمال العقيق والموزونة الى اجبكم الفيديو فما تردوش انكم تضغطوا على زر الاعجاب جيم لايك وإلا كنتوا اول مرة غد شاهدوا القناة مرحبا بكم ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد على بركة الله بسم الله على بركة الله حبيبتي وغدي نمضع ان شاء الله تطبيق ديال الخطوط دينا كما قلت لكم هاد الموديل ديال هاد جلبة ما غنحتاجوش فيه رشماء يعني ما كان شرشماء او لدسة غدي نعتمد فقط على خطوط وكل جهة من جلبة يعني كل دوفة غيكونوا عندي فيها ثلاثة ديال الخطوط اول حاجة غدي نقوم بها غدي نحدد المسافة ما بين الخطوط اللي غدي نتراسي يعني غدي نكون عندي نفس القياس اللي في جهة اللولى هو نفسه اللي في جهة التانية انا اتمت على المتلس باش الخطوط ديالي يكونوا مستقيمة يعني خطوط ليه عمودية وانتو ما ممكن تخدموا باي مسترع عادي متوفرها لكم اذا انا هنا حطت المسترع ديالي وحطت جلبة للنقطة كما كتلاحظو غدي نحاول اني نقرب لكم باش شوفوا اذا حددت هذا هو المنتصف ونفس القياس اللي لازم يكون عندي في هذا الاتجاه هو اللي يكون عندي في الاتجاه الثاني اذا اول حاجة غدي نحدد القياسات اللي غدي نستعمل يعني على هاد القياسات غيكونوا الخطوط ديالي نفس الشيء بالنسبة للجهة التانية وصفي غدي ناخد المسترع ديالي وغدي نبدأ نتراسي الخطوط بشكل عادي علش استعملت المثلات باش يكون عندي نفس القياس اللي غدي نستعمل ديال الخطوط يعني بالنسبة للأكتف فما غديش نحتاج ان ينقل نخد القياسات شحل المسافة هنا إلا ما استعملتوش المثلات غدي تقبروا يعني شحل ما خليتو المسافة من التحت غدي تخليه المسافة من الفوق إذا بهذا الطريقة وغدي نتراسي الخطوط ديالي كما تلاحظوا الخط الأول وغدي نوضع الخط الثاني الخط الثاني ما غديش يكون عندي طويل بزاف يعني ما غديش نستعمل طول دياله قد للخط الأول إنما غدي ننقص إليه شوية غدي نشوف تقريبا أنا هنا غدي ننقص وغدي نتراسي الخط الثاني نفس الشيء بالنسبة للخط الثالث نوضع المسطرة وبنفس الطريقة الغزالة الدلي اللي وضعت بها الخطوط على الجهة الأولى غدي نتراسي أيضا الخطوط على الجهة الثانية كما تلاحظوا كانت تابد فقط على القياسات اللي وضعت على المسطرة باش هكا يكون عندي نفس المسافة ما بين الخطوط ونفس القياسات كيف الجهة الأولى كيف الجهة الثانية بالنسبة لكم إلا ما كنتوش كتوفروا على المثلات فيكفي أنكم تتراسي والنقاط اللي غدي توضعوا لهم الخطوط من راس الكتف وأيضا تحددوا الطول ديال كل خط فين بغيتوه يوصل ومن بعد غدي تتراسي والخطوط ديالكم بشكل عادي ما بقى لنا دبا إن شاء الله إلا نبدأوا الخدمة ديالنا والتطبيق هذ الموضيل غدي نحتاجه لعقيق طويل في القياسات كبير وصغير القياس الأول على شكل لعقيق ساندة والقياس الثاني على شكل بغيت طويل بالإضافة للموزنة وحجارات المرحلة الأولى من تطبيق ديالجلبة ديالنا غدي نخصوها إن شاء الله لطريقة اللي غدي نخدم بها لعقيق على الخياطة بسم الله على بركة الله إن شاء الله غدي مدوم مع بعض أول جزء في الخدمة ديالجلبة ديالنا غدي نشارك معكم الطريقة اللي كنتبت بها لعقيق على الخدمة ديال الماكينة أو لعلى الخياطة سواء نعقيق مهالرس أو لباقيت صغير يعني أي نوع دياللعقيق غدي تخدموه بنفس الطريقة وبنفس التقنية غدي نشارك معكم الطريقة اللي غدي نخدم بها لعقيق على الخياطة وأيضا كيف شكون عندكم جلبة فيها لفينيسيون زيانة يعني من اللي غادي نخدمو الكمام ديالنا كما كتلاحظو هادورا هم الكميمات كيف قوت لكم هاد الموديل ديال جلبة ممكن لو يتخدم إلا الاجلبة اللي هي دجا مخيطة من قبل فغادي نوريكم طريقة كيفاش تكون عندكم الفينيسيوم زياني يعني كيفاش ممكن أنكم تخدموا العقيق بلا ما تخليوا لطرس ديال الخات في الظهر ديال الخدمة انتم معارفين أنا من اللي كان بغيروا نخدمو العقيق فلازم أن اللون ديال الخات يكون في نفس اللون ديال العقيق إلا جيت نخدم بشكل عادي فأكيد الظهر ديال الجلبة أو لا الكم من الداخل دياله غايب قيبان عندي اللون صفر ديال العقيق كما كتلاحظو هاد الكم أنا راه خدمته من قبل فما غايكونش فيه نهائية لطرس ديال الخات بتاتا يعني بالرغم من أن اللقيق ديالي مخدم إلا أنه ما عنديش لطرس يعني ما كيبانش كيفاش تخدم هادك اللقيق إن شاء الله هدا بغادي نبداو في الخدمة ديال الخياطة ومن بعد غادي ننتقلو باش نخدمو مع بعض الكميمات إيضا غادي نحتاج الإبراء ديال التنباك الإبراء رقم 12 دائما اللي كنخدمو بها العقيق الخات اللي كنضبلو على جوش ديال الشعرات أو ما كان شمعوش بزاف ديال الأخوات كي تسألو واش كان شمع الخات ديالي أولا فنهائيا ما كان شمعوش أنا هنا غادي نستعمل الباقات ديال الساني إضا اللي إلى هاد الشكل هذا يعني عقيق اللي هو مهرس طويل ولكن رقاق الحجم دياله رقاق في نفس القياس ديال الأرض ديال الحبات ديال الساني إضا إذا على بركة الله سنخدم العقيق ديالي بشكل مائل نتمنى إن شاء الله أخوة الصورة تكون واضحة لكم صراحة هذا الموضيل سهل وبسيط بزاف يعني تقدروا تخدموه لا تخافوش منه نهائيا أنه ما ينجحش معاكم بالعكس تقدروا تطبقوه بكل سهولة إذا كمقاخ الداما بشكل مائل بنفس الطريقة اللي كنخدمو بها عادة العقيق مهرس فكنخدمو حتى العقيق طويل تقريباً كنخلي المسافة ما بين عقيقة وعقيقة القياس ديال عقيقة صغيرة أو لوحد ميليمتر هكاك ما بين كل عقيقة بشك يمشي العقيق ديالي إلى نفس القياس تقريباً كنضرب الإبرة جالية على الخياطة من فوق الخياطة ومن تحت الخياطة بحالي لا أندي هذه الخط هذا هو خطة الرشمة لكي تدرق الخياطة بصفة نهائية لا تبقى شبان عندي سوف نستمر في الخدمة على طول الخياطة الجلبة سوف نخدم تركيز الكميمات لكتاف جناب ديال الجلبة وايضا الهبطة القدامية بنفس الطريقة دائما نحب ديال العقيق طويل كنحاول ان ندخل ابرة ديالي من تحت الخطة ديال الخياطة ومن فوق الخطة ديال الخياطة كما قلت لكم باش العقيق كيدرق لي الخياطة بصفة نهائية سوف نستمر ان شاء الله في الخدمة حتى نكمل الخياطة ديال الجلبة كاملة وسوف نتلقى بكم باش نوريكم الطريقة اللي سوف نخدم بها مع بعض الكميمات كنت منا ان شاء الله الشرح يكون واضح فيهم الصورة تكون بينه اي تساؤل اي استفسار ما تترضوش انا كنت خلي وليف التعليقات اي حاجة ما واضحاش انا راه الاشارة باش نخدمها معكم ان شاء الله غادي نكمل الخدمة ونرجع باش نخدمه مع بعض الجزء التاني ان شاء الله بنفس الطريقة حبيبتي اللي خدمنا بها لعقيق على الملاقية ديال الجلبة او لعلى الخياطة غادي نحاول ايضا نخدمها على الدورة ديال الكم كما كتلاحظو انا الكمة ديالي راه ديجا فيه الاغلي او لاتنبيل يعني الكمة ديالي مخيط غادي نحاول ملين كنخدم منجرش نهائيا توب من الفوق او من التحت يعني غادي نخدم غير على التوب الفوقاني باش هكا ما كيبقاشيبا عندي نهائيا الخيط في الجهة السفليات ديال جلبة او لدي الكمة ديالي كما كتلاحظو تبت الخيط ديالي بالنسبة للخيط اخوات ما كان شمعوش نهائيا ما كان شمعوش نخدم بالخيط اللي عادي كنديرو لاجوج ديال الفتلات او لاجوج ديال الشعرات كنديرو اقدام صغيرة في الطرف باش كنتبتو او كان خدم بشكل عادي كما اخوطيكم غادي نتبع الخط اللي عندي ديال الخياطة ديال الماكينة اللي يضاير على الكمة كامل وغادي نحاول ان ينهز صغير توب من الفوق منهج حتى من التحت باش هكا ما يبقاش يبن عندي نهائيا ادفو في الخدمة قاعد نخدم واحد المسافة وعد نوريكم الشكل ديال الخدمة حتى من الدهر بها التاريقة اخوات كتحصلوا على الخدمة كتكون انكم لا في نيشون مزيانة ما كيبنش نهائيا اللي ايب في الخدمة خصوصا انتم معارفين اننا فاش كان بغير ونخدمه العقيق فلازم يكون عندنا اللون ديال الخيط في نفس اللون ديالعقيق يعني انا هنا كنخدم بلعقيق دوغي الخيط اللي كان خدم به صفر توب اورانج يعني الى خليتها داك الخيط كيبان في الدهر ديال الخدمة فما غيكونش اندي اني لفينيسيون مزيان وغيبقى داك المنظر ديال الخيط بحلاكك فلون مغاير مش يزوين اذا كما كتلاحظون يعني كان طلع الابرة ديالي في توب ولكن كان هز غير توب اللي اندي من الفوق ما كان هزش تنبيلة كاملة ديال فم تجلاب نفس الطريقة اللي غادي تخدموا بها العقيق طويل ممكن ايضا تخدموا بها حتى العقيق مع هالرس او لا العقيق ساندة بنفس الطريقة وبنفس تقنية وبنفس الطريقة نستمر في الخدمة حتى نكمل دورة ديال الكم كاملة ان شاء الله غادي نخدم ايضا دورة ديال القذ نتمنى ان الطريقة تكون واضحة ما زال غادي نوريكم مشكل ديال الخدمة من الظهر يعني كيفاش كيجينا لفينيسيون مزيان ما كيبناش نهائيا الخيط في الكم من الداخل باش هكا كتبقنا الخدمة ديالنا انقية نتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم اما ان امريك مني اعجابكم اذا اعجبكم فضلا وليس امران ما تنسوش تضغطوا على زر الاعجاب جيم لايك ويلكنتو اول مرة را تشاهدو القناة مرحبا بكم ما ترددوش انكم تضغطوا على زر الاشتراك الموجود اسفل الفيديو باللول احمر اشتراك سبسكرايب ابوني وكذلك فعلوا الجرس باش يوصلكم اشعار بكل جديد ما زال ان شاء الله غادي نطلق بكم باش نشوفوا الطريقة اللي غادي نخدمو بها الخطوط باستعمال الموضونة وكذلك غادي نشوفوا الشكل النهائي لجلابة انا متأكدة ان الموضيل غادي ينال اعجابكم وممكن كيف ما قلت لكم انكم تبقوه بنفسكم لانه صراحة الموضيل اللي هو سهل ودرج على الموضة في نفس الوقت ان شاء الله ما زال غادي نشارك معكم اشكال اخرى من جليل بات روميا بالطنبات اللي كانت منه انهم ينالوا استحسانكم شكرا لكم على المتابعة شكرا للدعم والتشجيع دائما كيف العادة مرحبا بجميع تساؤلاتكم تعليقاتكم اقتراحاتكم ولا شلحة انتقاداتكم خليكم معيات تسنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي لجلابة كاملة انا ما زال غادي نستمر في الخدمة وغادي نوريكم الشكل النهائي ديال الخدمة ديالكم من الداخل كيفاش كنحصل عليها فرجة ممتعة وإلى اللقاء ان شاء الله ما تنساوش تسنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله باش غادي نشوفوا الطريقة اللي غادي نخدموا بها الموزن على الخطوط ديالنا ايضا كيفاش غادي نطبقوا الحجارات وانكتشفوا الشكل النهائي الموديل كامل دمتم في اماني الله